إنهم يتاجرون بالحديد الخام والنفط والذرة والشعير والزعفران قبل عشرة أعوام تأسست بورصة السلع الإيرانية وأصبحت قاعدة اقتصادية هامة في الاقتصاد الإيراني وبعد رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن إيران تنتعش الآمال في ازدهار بورصة المواد الخام هذه فهي تعرض على المستثمرين الأجانب خدمات مماثلة لما تقدمه مواقع تجارية شبيهة في العالم غالبية المستثمرين ترغب في الاستفادة من الفرص التجارية الموجودة في إيران إنها ترغب في استثمار أموالها وشراء البضائع الإيرانية دون أن تضطر إلى القدوم إلى إيران لا تزال آثار العقوبات الاقتصادية منموسة في النظام المالي في إيران ولكن قريباً لن تستفيد فقط شركات النفط والتعدين من رفع العقوبات بل شركات صغيرة أيضاً كشركة الزعفران هذه التي تقع قرب مشهد شمال شرق البلاد وتأمل الآن في ازدهار تجارتها مع مستثمرين عالميين وتجري بورصة المواد الخام اختبارات نوعية على محصولها وتبرم الصفقات وتعرض عليها ضمانات للحصول على ثمن الزعفران يبدو الأمر وكأننا سنقتحم أسواقاً جديدة بعد رفع العقوبات لأننا سنصدر منتجتنا مباشرة دون وسط وفي النهاية ستأتي الشركات الأجنبية إلى إيران مما يعني حصول المنتجين على أرباح أكثر نشاط اقتصادي سيعني توسع زراعة الزعفران وتحديثها وخلق فرص عمل جديدة في إيران ترجمة نانسي قنقر